السلام عليكم سوف نأخذ الاخرشف الاخرشف ونساول خرشف الطنوبيل لدي ميدة مربعة رجلية وقاسة ونأخذ الاخرشف سوف نأخذ الاخرشف سوف نأخذها المسكينة لدي ميدة لا لا اعرف كيف يتم ان يكون لا اعرف كيف يتم انجل اجري تقريبا تقريبا لا تقريبا انجل المال نخيف في الخرشف السابق ثم نأخذ الاخرشف سوف نضيف هذا اهو صافي دابو اخذ الحرارة و بقزع محلو و زوينه صافي دابو سوف نجعل خرش في الدين و هو بحالاته السادس الثورة قمنا بموصل الثورة بينما نوعين فضل الهدوة سوف ننقيها ونعطي الأشجار قمنا بموصل ونقوم بموصل لا تكارس سوف نقوم بشي احتر والنعز هنا نحن في الضرع أخوتي كيأكل بزرع كل شيء كنا ناكله الخرش عزيز علينا بزرع بحل ده بس فرجلنا القرعة اللفت اوه لا تنقى الخضراء كاملة ننجب سيكلتا يحره قليل قبل ان نسل 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 المحي مدينة كونكود سافي قطع دبالي هابسيلا كونكود سغلق كونكود متحق أولا بأسطى لأسطى ولا أحد أولا بأسطى سوف يتبقى بأسطى أولا بأسطى اشتركوا في القناة 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 كابت المقرعة انا استطاع انتعب في الدير يعني قياس يبدي وإن دارت واحد أصدق المقرعة هذه الخرق مكاملة لن يمسلونها مزيدة كبيتها كاملة وحاولت أن نحيد نقصه نشوفه كنت كنت نحيدة في المعلاقة اشجيت هذه البصلة كاملة اللي كانت فيها الخرقوم بزفغ سلتها وعادة بغادي نعاود ندير العطرين وعادة بغادي نعاود ندير العطرين وعادة بغادي القرعة كلها تكبت ليت على الصبت ده بغادي ندير شوية دير السكين جبير وعادة بغادي نعاود ندير شوية الملحة وعادة بغادي ندير شوية الملحة وعادة بغادي ندير الملحة يعني النافة بغايدة سوف ندير شوية الخرقوم سوف نضرب شوية الخرقوم د الفكارض في ملووان الغداي سوف نضرب عد وعادة qui سوف نضربar Linkedap سوف نغسل الخرشف و نضعها في الطنجرة و نصده و نتحل الله فرعسكم بسلامة و نتلقوا في فيديو آخر إن شاء الله و أخذت لكم راحة باي باي